طب الشعبي موجود منذ الأزل من العصر الفرعوني وبعد العصر الكبتي والعصر الإسلامي حد عصرنا الحالي طب الشعبي هو بكل بساطة عبارة عن مبارسات ومعارف بتتوارس من جيل لجيل بيقوم عليها الناس لمدوات ألمهم وأمراضهم قديما كان بيستخدم الطب الشعبي لعدم وجود الطب الكافي الأكاديمي أو المدروس لتغطية أمراض أو لعلاج أمراض الناس وألمهم فكان الطب الشعبي هو البديل الكافي أو القادر على تغطية احتياجات الناس في هذا الوقت أما في وقتنا الحالي أصبح الطب الشعبي استخدامه جانباً بجانب مع الطب الحديث أو الطب الأكاديمي اللي بنقدر من خلاله بنستكشف أنواع كتيرة قوي لي واللي هنذكرها بالتتابع ودور الطب الشعبي قديماً كان بيقتصر على جميع طواقف الطبقات المجتمعية أما في وقتنا الحالي أصبح بيقتصر على الطبقات الفقيرة أو الطبقات المتوسطة أو اللي مش بتقدر تتكلف التكاليف الباهزة للطب الأكاديمي لتكاليفه الباهزة ومصاريفه ومراحله الكتير ومن أنواع الطب الشعبي المهمة التدوي بالأعشاب والأعشاب موجودة في كل بيوتنا وموجودة من زمان قوي ولجأ لها الإنسان من العصر الحجري لحد وقتنا هذا الحالي بيستعملها في شفاق أطفاله، نساءه، كباره في السن حتى رجاله ومن أهم الأعشاب اللي بتستخدم واللي موجودة بكل بساطة في كل بيت زي الينسون والنعناع اللي بيعتبروا مواد طبيعية لتهدئة الألام والزكام والمهدئات عامة بشكل عام ومن الأعشاب التانية اللي موجودة في كل بيت مصري زي الحلبة اللي بتساعد على غسيل المعدة وغسيل الكبد والكلة وتفتيت الحصوات وإخراج السموم من الجسم من خلال مأسام الجسم والتعرق وفي البصل والتوم، البصل بيخش في مستحضرات طبية كتير قوي موجودة في صيدلياتنا دلوقتي واللي بيعتبر مادة مطهيرة لو في جرح بسيط، لو في جرح على سطح الجلد وحتى تعليقش البصلة بيقوم بتطهيره ومساعد الجسم على الالتقام بشكل أسرع وأفضل والتوم برضو بيعتبر مطهر طبيعي وقوي للمعدة وللرئة، لو خدت منه فصين كل صباح بيساعد على عملية التطهير من الجرسيم والميكروبات في المعدة وفي السطر ومن الحاجات المفيدة برضو واللي حتى زكرة في القرآن اللي هو العسل النحل فيه شفاء للناس وفوائد وجمّة وعظيمة وبيساعد على تقوية المناعة وتقوية الزاكرة وزيادة الخصوبة والإنجاب عند الإنسان ومن الأنواع الثانية المهمة في الطب الشعبي هي الحجامة والحجامة هي عملية جراحية بسيطة، مش معقدة وتعد الحجامة من الحاجات الموروسة القديمة قوي من أيام العصر الإسلامي وما قبله وهي عبارة عن عملية بيقوم فيها الشخص الحجام باستخدام كاسات سواء زجاجية أو بلاستيكية مصنعة حديثا في تحجيم أو شد أجزاء معينة في جسم الإنسان المطلوب علاجه من خلال تفريغ الهوى ما بين الكأس والجزء الموضوع عليه الكأس والجزء ده بيسيبه للشخص الحجام من 3 دقايق ل 5 دقايق بيكون فيه بتجميع تكتلات دموية في هذه المناطق المحتجم فيها الكأس وبالتالي بيشيل الكأسات الموضوعة وبيتم تشريطها بمشارة مطهر وبعد كده بيرجع يحط الكأسات مرة تانية وبيسيبها برضو المدة من 3 ل 5 دقايق وبالمرحلة دي أو بالعملية دي بيقوم بشفط أو سحب الدماء المتكيسة أو الفزدة من الجسم وده بدوره بيساعد على تنشيط الدورة الدموية وعلاج أمراض عديدة قوي زي التهاب المفاصل والسكر والضغط بيساعد على تخفيف منهم وألام الظهر وألام المفاصل والروماتيزم وغيره من أمراض وكذلك أمراض الخصوة والإنجاب والحجام ده شخص كان قديما بيتوارس العملية دي من أبوه من جده من حد كبير عنه بدون أي دراسة أكاديمية أو شهادة معتمدة أو غيره ولكن الآن أصبح فيه مراكز ومعاهد وحتى أقسام في كليات معتمدة بيتم نايل الشهادات دي فيها وبيتم اعتمادها وأصبح بقى فيه أقساء في قسم الإعلاج الطبيعي في المستشفيات استخدام للحجامة لدورها الفعال في عمليات الاستشفاء من أمرات كتير قوي وبعضه على سبيل الزكر أن أفضل أيام بيتم عمل فيها الحجامة هي الأيام القمرية اللي هم 13 و14 و15 من الشهر العربي من أي شهر عربي للاعتقاد فيه إن اكتمال الأمر في هذا الوقت بيساعد فيه عملية الاستشفاء بشكل أسرع وفيه بعض المحاذير اللي الحجام بيقولها للشخص المريض قبل ما يعمل الحجامة زي إنه هو يفضل يكون مش واكل من 3 ل4 ساعات قبل عملية الحجامة أو الاحتجام لأسباب وهي إن الحجامة بتشتغل على عملية الدم وتنشيط الدورة دمية فلو كان واكل كان الأكل بيتم عملية الهضم عشان ما يكونش فيه طعام باقي في المعدة فيكون فيه عملية هضم وده هيأثر على نسبة الدم في الجسم لأن طبعا زي ما كلنا عارفين إن في عملية الهضم بيتم سحب نسبة معينة من جسم الإنسان للدم للمساعدة في عملية الهضم وده بدوره هيقلل من عملية الاستشفاء في عملية الحجامة ومن الحاجات التانية برضو عدم هبوط ضغط الدم عند الشخص المريض أو إن ممكن يحصل له عملية ارتجاع أثناء العملية وفيه برضو طلب بيطلبوا الحجام من الشخص المريض بعد عملية الحجامة وإن هو يرتاح من يومين لتلات يام على الأكثر عشان خاطر ما يحصل لهوش عملية إرهاق لأن عملية الحجامة بتؤدي إلى عملية لبعض الإرهاق في أثناء بعد العملية طب الشعبي والمهمة برضو عملية الدفن في الرمال والعملية دي بتتم في المناطق الصحراوية أكتر لاحتياجها للرمال والشمس الساطعة ومن أشهر المناطق الموجودة في جمهورية مصر العربية هي الواحد سيوة وواحد سيوة معروفة بطبيعتها الصحراوية والبادوية الجميلة وبيتم فيها عملية الدفن في الرمال عند جبل الدكروري خاصة وبيقوم بيها الشخص المعالج بحفرة حفرة مناسبة في وقت ما بين الساعة التساعة للساعة الحضاء حديث عشر تناسب شخص بالغ اللي هو المطلوب الدفنه في الرمال وتعرضها للشمس من ساعتين لثلاث ساعات الحفرة دي وبعد كده بينزل فيها الشخص المطلوب علاجه وبيتريدي معالي بالرمال وطبعا بيغطوا راسه كويس جدا عشان ما يحصلوش ضربة شمسية بيتساب من ساعة لساعتين في الرمال عشان ياخد الفوائد اللي خدتها الرمال وانتصيتها من أشعة الشمس من فيتامين دال وغيره من فوائد وعناصر فيتامنات وفيتامنات الشخص اللي بعد ما بيطلع من الرملة ومن الرمال اللي مدفون ده بيخش خيمة مقفولة تماما ومافاش أي مصدر هوا وبيتم إقعاده ونفعش لا ينام ولا يقف لازم يبقى جالس وفارد ضهر كويس قوي عشان ما يحصلوش هبوط في الدورة الدموية وبيتم إعطاءه إناء فيه مشروب حلبة يشربه وده يرجعنا لفوائد الأعشاب والتدوب الأعشاب بيشرب حلبة على قد ما يقدر عشان تساعد على تنظيف الجسم من الفيروسات ومن الميكروبات أو السموم اللي موجودة بيه وتنظيف الكبد وإخراجها من مسام الجسم اللي أصلاً اتفتحت من الدفن في الرملة لتعرضها للسخونة الشديدة والسياحة في سيوة محتاجة لإشراف الدولة عليها لترويجها والترويج لجلب سياحة خارجية لها زي ما بيتم في الصين في استخدام الإبر الصينية وغيره من استخدامها كعنصر من عناصر العلاج التقليدي في مصر لأنها لها فوائد كتير قوي وبالدعاية والترويج الكافي من الدولة والدعم هيتم استخدامها كعنصر مهم في تنشيط السياحة في الدولة وممكن برضو لو خدنا بالنا في الحجامة هناخد بالنا من المواضع أو النقط اللي بيتم تحجيم أو احتجام الشخص من خلالها هنلاقيها نفس النقط أو مقاربة لها في استخدام الإبر الصينية وده بدوره برضو يمكن استغلاله من دعم الدولة وإشرافها عليه في الترويج له ودعمه لاستخدامه في السياحة وجلب سياحة خارجية للبلد والاستفادة ومن الأنواع الأخرى في الطب الشعبي والمهمة العيون الكابريتية وليها دور كبير قوي في علاج الأمراض الجلدية وتقوية المناعة ومن أهم العيون اللي موجودة في مصر عين فتناص في واحد سيوة وعين كليوباترا أو عين جوبة اللي سميت على اسم عين الملك ومعناها عين الملك نسبة إلى الإسكندر الأكبر وعين حلوان اللي موجودة في حلوان واللي يرجع تاريخها لعام 1899 ميلاديا واللي كان بيزورها الناس كتير جدا من أنحاء جمهورية مصر العربية للاستشفاء من أمراض جلدية وأمراض مناعية كتير قوي وبينزل فيها الشخص من 10 إلى 20 دقيقة وبعد نزوله بيطلع منها وبياخد حمام دافئ لإنزال رائحة الكابريت من على جسمه وإنزال العرق اللي بيخرج بالسموم والميكروبات من جسمه وفي الأخير يمكن استغلال كل أنواع الطب الشعبي بالترويج المناسب والدعاية المناسبة ليه تحت إشراف الدولة لاستخدامه كعنصر جالب للسياحة وإدخال عملات صعبة وهسناء رحلتي في عملية الجمع الميداني للطب الشعبي قمت على عائدة مراحل في عملية الجمع أولها إعداد دليل عمل ميداني من خلال المراجع المكتبية الموجودة في نفس الموضوع ومن خلال عملية العصف الزهني لتكوين أسئلة من خلالها أسترشد في الميدان لتكوين معلومات ميدانية عن الموضوع وبتم عملية الجمع الميداني على عائدة مراحل أولها إعداد الدليل العمل الميداني زي ما قلنا ثانيا عملية زيارة استطلاعية للميدان اللي هيتم في عملية الجمع عشان أعرف طبيعة المكان طبيعة السكان اللي فيه الملامح الجغرافية هعيش فين مواصلاته عاملة إزاي وعلى دراية كاملة بالمكان اللي هعيش فيه فترة من الزمن عشان أقدر أطلع أكبر قدر المعلومات منه تغطي الموضوع وبعد الزيارة الاستطلاعية برجع بجهز أدواتي من أدوات تصوير أدوات كتابية أدوات منهجية من المناهج المستخدمة في عملية الجمع الميداني وبعد كده بروح للميدان بقوم على إخباري كنت اتعرفت عليه سابقا في الزيارة الاستطلاعية يساعدني على التعرف على الناس الموجودة هناك عشان يساعدوني في عملية الجمع الميداني وأقدر أجمع منهم المعلومات بتكوين صدقات معاهم لأن ده بدوره بيساعد على مصدقية المعلومات اللي هاخدها منهم ومن المناهج أو الطرق المعروفة في الميدان عملية الملاحظة اللي من خلالها بقوم بملاحظة الميدان وملاحظة المادة الميدانية بعيني وبتدوينها بشكل سريع أو الملاحظة بالمشاركة أن أنا بقوم بلاحظة وبشارك مع الناس في طقوسهم أو ممارساتهم وده بيخليني على ضراية أكبر بالمادة لأن أنا شاركت بالفعل فيها فبالتالي ببقى على ضراية أكتر بالمعلومات الموجودة فيها وبعد ما بجمع المادة الميدانية بقوم على مرحلة التوصيق طبعاً أنا لما بجمع المادة الميدانية بتكون مادة مكتوبة بشكل بسيط باللغة الناس الموجودة بلهجتهم سواء سيوي سواء صعيدي سواء فلاحي أو غيره بقوم باستخلاصها من خلال أن أنا بقوم بكتابة أو صياغة المادة باللهجة العامية دي بمادة مقالية علمية فصحة وبعد كده بقوم على تصنفها من موضوع رئيسي لموضوع فرعي من خلال كتب كتب كتير من أهمها كتاب المكنز الفلكلور تأليف دكتور مصطفى جهد أستاذي وبعد كده بقوم بيعطاها رقم من المكنز وبعد كده عشان خاطر لما تتحط في قاعدة بيانات أو في تسلسل موضوعات بتكون رقم أقدر رجع لها بعد كده بكل سهولة قمت بأبحاث علمية وميدانية شتى وكان أهمها الموضوع الطب الشعبي اللي أنا قمت به واللي هتناوله تاليا بشكل تفصيلي وتأثيره سياحي ترجمة نانسي قنقر